تفجير انتحاري قديم يضرب قرية السجوفير في حلب الشمالي واخر يضرب بلدة الراعي ويبدو ان التفجير الانتحاري في عفرين يوم امس لن يكون الاخير الذي يضرب المنطقة تفجير راح ضحيته بحسب الدفاع المدني 11 قتيلا و 31 جريحا بينهم اطفال بعد ان انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من كراج الانطلاق في المدينة اصابع الاتهام تشير وبشكل قطعي الى ميليشيا قسد الارهابية والتي تحتاج وبحسب ناشطين الى توضيح الشعارات التي تتغنى بها فايو ديمقراطية تلك التي تنشدها هذه الميليشيا والتي لا تأتي الا عن طريق التفجيرات والانتحاريين والاغتيات على دماء الابرياء المدنيين في حين لا يمكن لعاقل ان يبرئ الجيش الوطني ومؤسساته التي عجزت بكافة مسمياتها واختصاصاتها عن ضبط امن المنطقة شرطة عسكرية واخرى مدنية مخابرات وشرطة مرور ونجدة كلها مسميات يبدو انها وجدت وانشئت لضبط المواطن وليس لامنه لا توجد اي حالات ضبط امني دوريات اثناء الليل معدومة دوريات اثناء النهار معدومة ما في ولا مسؤول ايجا قال نحن ايش ما طالبكم ايش هبصير معكم ايش في نازمكم ما في ابدا بدنا اضبط الحواجز امن البلد حال الامنية ما يوصلها فيما يحمل ناشطون الجانب التركي جزءا من مسؤولية الانفلات الامنية الذي تشهده المنطقة وذلك بابعاده للكفاءات وتسليم المناصب لاشخاص ليسوا اكاديميين فالى متى سيبقى المدنيون تحت رحمة جهة تقتات على دمائهم واشلائهم واخرى لا تبالي بامنهم واستقرارهم